موسيقى مرة رح تخليني أحكيها يا زلمي معاكم طارو ولا مرة من هوشي أمامي ولا مرة رحب فيكم بالحلقة خمسة وسبعين وآخر حلقة في هوشي أمامي أبدا خلاص مين قل لك آخر حلقة خلاص 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 بجيب سبعين قرد غيرك معاك حق بس خامز هيكت ليش هيكت عشان ما بيعملوا فولو آه عشان ما بيعملوا فولو وسبسكرايب لو ضلتكم مزعليني مش همتعملوا سبسكرايب على اليوتيوب وفولو على الانستغرام كسما عظما لا لا آه بمزح معاكم تماما انت كيفك نعم ماشي الحال منيح منيح جود منيح بدي أتعود أحكي منيح الحمد لله اقنع حالك أنه أنت منيح اقنع حالك أنه أنه أمورك طيبة وخلاص داع بحب لما تحك راسك بتشد الباية طبعك روح ولي يا زرامة كف بناي مك طيب يلا يلا نخش على الموضوع حلقتنا اليوم يا شباب ويا صبايا أسئلة من الجمهور هلأ فيه إشي خلينا نقول عنها هاي شو بدك تحكي يعني تجربة اجتماعية عملناها اليوم تجربة اجتماعية تجربة اجتماعية social experiment لما حطيت البوست على الانستغرام إنه اكتبو لنا أسئلتكم تحت في التعليقات ما إجت أسئلة كتير لما رفعتها على الستوريز وحطيت جاوبونا أو بعتو لنا أسئلتكم لحلقة اليوم إجانا ستة وثلاثين سؤال يعني استغربت إنه الناس ما عندهم مانا يبعتو لك أسئلة على الخاص بس بدهم مش بقيت الناس يشوفوا أسئلتهم مش غريبة شوي صح مظبوط يعني كم سؤال إجانا في التعليقات لما تيجي تقارن بكم سؤال إجاك عشرة بجوز عشرة إلى خمسة وثلاثين ستة وثلاثين سؤال في البرايفت وعشرة إسئلة في التعليقات المهمة خلينا نبلش نبدأ باللي إجوا على التعليقات أنا ما أريت ولا إشي أنا ما أريت ولا واحدة فيهم أنت كذاب والله بحكي جدا تعرف كيف ما أريتهم لأنني ما عملت لايك مين حيكون متى حيكون أمير البازي ضيف على هوشة ما شرفنا كان المفروض يكون من تقريبا ثلاث أسابيع ونشغل وصافر بس قريبا بإذن الله طيب اللي بعده هل كامارو أسمن الأعظم في اليو أف سي حاليا تفضل أستاذ أيمن ليش أنا أول طيب أنا بروح أول هل هو الأعظم في اليو أف سي حاليا صعب تقول لا نعم صح؟ نعم كتير صعب تقول لا يعني عندك التاني اللي هو جون جونز بس بصر له غاية بفترة مش باليو أف سي ما بحسبه باليو أف سي جون جونز مين غيره مين غيره أديسانيا لا مش مسيطر زي كامارو لا مش مسيطر زي كامارو نونز أبل ما تخسر بقولك نونز صح أوكي ممكن معاك فيها لأنها بطلة على فئتين وأكتر ديفنسز عندها على اللقاء بقولك نونز يعني قبل شهرين نونز هلأ كامارو كامارو فالنتينا هم فالنتينا والله والنتينا وكامارو هم هم الضبطو حاليا طيب اللي بقى اسمع عنا عنا أربعين سؤال تودك إيش خش خش ما تنمش لو لعبوا كامارو وحبيب مين بفوز شو السؤال يا زمان لا جاوب فشك أكيد حبيب والله يا زرمي آه يا زرمي طبعا حبيب ما بعرف ما بعرف عفرق الحجم ما هنكمارو ضخم شو شو يعني ضخم طلع حبيب هلأ شو يعني آه حبيب معك صح طيب هلأ بس خليني شوية حبيب قامتو عمرو تغلب بفايت بس ذكرني عمرو ما تغلب بفايت يمكن شوي مع معاك معاك ما هيش اللي بعدو شو توقعاتكم يكون نزال حمزة القادم وليش بحس دينا وايت ساكت على موضوع حمزة ورغبة حمزة بمنافسة الجميع أنا أروح أبلش فيها هاي أنا خش شوف أنا شحاسس إنو دينا وايت عارف شو فيه قدامه قدامه سلعة نادرة جدا إشي عبارة عن سوبرستار ممكن يكون أد كونر وأكبر وبالتالي بدوش يحرق كل فروته على السريع بدو يطبخ له على نار هادي هو عارف حاله لو حطوا بكرة مع كمارو واحتمالي كتير كبير إنو حمزة تفوز بس عم بطبخ له على نار هادي بدو يلعب كمان ثلاثة أربع نزلات قبل ما يلعبوا على البطولة بيكون عمل له كم مئة مليون للشركة ما إذن بيصير بطل ما زبط ما زبط مين نيكس فايت إلو ممكن جيلبرت بيرنس هيك شكلها بس ليش يا أخي المفروض يكون نيل أو نيل يا أخي اسمع نيل بستاهل لأنه نيل هو اللي عم بيطالب هلا أوكي جيلبرت كمان طالب لا 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 مش هيك بدك أرقام كمان جيلبرت بايدا مش منيح على جيلبرت هاي أبدا من طول وريتش وقرابلي مش منيح هلا جيلبرت هاي لفل جوجيتسو جوجيتسو تبعه خيالي بس بس بدي نزل حمزة ضد لا ضد حمزة حيستصيبها شوي شو اللي بعده أوكي متابعكم من سلطنة عمان في صلالة يا حي الله أهل صلالة عمرك روحت على صلالة لا ما روحت راح عليك نصف عمرك طيب كمل لا 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 شوي لازم نحكي عن سلطنة عمان وصلالة شوي اسمعي كان لازم أروح بس ما بأعرف ما بتذكر الصور صلالة يا جماعة هاي منطقة في عمان بعيدة عن مسقط 14 ساعة بالسيارة كلها جبال وصخر ووديان بس مش شهر سبعة عندهم اشي اسمه موسم الخريف سبحان الله شهر سبعة اللي هو عز الصيف مئية الخريج هاي المنطقة اللي اسمها صلالة تقلب كلها مطر وشلالات وخبار عبارة عن جنة الله في الأرض اللي فيكم ما راح على موسم الخريف في سلطنة عمان صلالة يروح لأنه حيروح عليكم نصف عمركم على أساس عنا 40 سؤال اسمعي لازم لا أنا صلالة إلها مكان هون طيب معنات أنا بدي أخد ديئة كمان طيب أحبت أسألكم عن توقعاتكم عن نزال ماس فيدال وكولبي هبا 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 هلا هلا اديني 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 هبا 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 يلا خش اللي على الخارج أعطيني هون 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 أعطيني اوز كولبي مان كولبي كولبي خلاص مش هادخل كتير من موضوع ما مش هادخل كتير من موضوع صدمتني كولبي صدمتني سعبتني سكتني ما توقعتك تحكيها جد اه 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 جد انا مش زيك شوف النتل انا مش زيك من بدي يفوز بدي ما زبتال اكيد بس من راح يفوز بولا كولبي مش هتتقبل عالي يعني كولبي احكي لخي بشو هيصير فيه هذا النزال عشان نكون احنا كلنا واضحين مع بعض كولبي حينزلوا عالارض في الجولة الاولى والتانية والتالتة وينزل فيه خبيط على وجهه وفي الرابعة حينزلوا عالارض وميقومش عنه حيخلصوا في الرابعة بس حيعد يتسلى عليه تلات جولات جولتين لتلاتة تسلاية حيكونوا هرح يلعن سنسفي الوالدين والدين اليوم اللي انولد فيه مزيدا يلا كمن السؤال اللي بعده ايمن you have to sing يلا اعطيني السؤال هذا هتلك هيك هيك بيت بيت شعر مثلا يلا ولك عني ولك عندي غنية على اليوتيوب فتحتها للي بده يحضر قرر فيقرفك اوكي اا ليش قرر فيقرفك يا زنان شو الحكي مين المقاتلين اللي حيكون معهم الحزام على اخر السنة ان 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 اتوقع السؤال بسأل مين التغييرات حتكون اوكي مبلش من من البطبوف للخفيف ايلا اعطيني رأيك انتو لا واحدة واحدة يلا اعطني لا مش جان حيضله حيضله هنعم اوكي اوكي سأنا بقول اقان هو بقول لك Vengan لايت هيبيويت 2006 بروحاسكا برضو لا Urband اشد الت lose فاشيظل على اه طيب اااااال بادو الشياء كلوفر حيفوز عليه ويمكن إذا طلع لعب مع أنكلايف بفوز على غلوفر فيا غلوفر يا أنكلايف ميدل ويت روبرت ويتكر معك ويلتر ويت حمزة مش حينافس مش حيلعب على لقرب هاي السنة يا حمزة يا كامارو ما فيها طيب اللي بعد أنا معك فيها هاي لو لعب حمزة حمزة بياخدها لو لو ما لعبش حضلها مع كامارو بس مش معناته حيخسر حمزة لا لا بس لاعب بالضبط لو لعب بيفوز اوكي تماما اللي بعده اللي بعده لا وين رحت لايت لايت ويت اسلام معقول يوس اسلام اسلام اخي تشوف مية بالمية اوكي معاك مين في غير اسلام ستنى شوي بنيلا اوليفيرا رح يفوز عليه اسلام لو لعب اه اسلام اسلام طيب اللي بعده فيزا رويت هاي مستحيل تعرف هاي مستحيل مستحيل تعرف لانه اي واحد من العشرين الاوايل ممكن يخطوها شلت سفحين من مين تشوف مين حطوا محل ماكس هولوي حطوا كورين زومبي قمة المصخرة غباء هاي قمة المصخرة قمة المصخرة ماكس هولوي انا بقول من اه وين رايح انت طيب بقيت الارطة ماكس هولوي رح ياخد اللقب انا معاك اكشلي انا معاك ازبدا كالصراحة طيب اللي بعده اللي بعده بانتم ويت بيوتر يان بيوتر يان حيضلو بيوتر يان حيضلو وفي الشو اسمه في الفلاي ويت في الفلاي ويت في الفلاي ويت جبتها عالوجه لاي بتعرف لانه صح لانه انا معاك فيها هاي بتعرف انا مينه برأيية ممكن ياخد اللقب في لاي تغلois لو لعب عليه لو لعب عليه لو كايكارا فرانس لا لا كايكارا فرانس مش في اللاي تغلس يا اطربش في الفلاي ويت اه في الافلاي ويت انا يحكي sweeter ال wonderfully مين ممكن ياخدها لو لعب عاللقب اه ارمان ساروكين نحكناها من نفس الوقت ارمان ساروكين ممكن بده كمان نزالين ثلاثة وبعدين بشطح سؤال جميل حلو ليش ليش ايمن دايما بيبهدي لك عشانك زنخ انتو اللي بتشوفوه عالشاشة مش طارق طارق عبارة عن زناخة شكرا شكرا فشأت عن سؤال اكزانترا ابدات اكزانترا المفروض المفروض على اخر شهر واحد بس اتوقع تتأجل لشهر اثنين عشان الهدك لا لا لانه صار فيه تغييرات في الشسمو في النزالات اصاباته مع اصاباته بلا 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 الى اخيرة طيب اللي بعده ما زالت هل آه هل يعني اخر السؤال ستيبي ميوتش بدر يسترجع اللقب مستحيل ليش هيكلت يا سلامي آسي خلص صار نعملو اربعين سنة يزن تسعة ثلاثين سنة خلص زعلت لا ايش انتوا هار بتحكي يعني مين بلفوز على مين عمي بلفوز لا افضل افضل بطل صاعد تحت الـ 25 سنة او حل السؤال او بر الـ UFC بوجهة نظرك بر الـ UFC افضل بطل صاعد تحت الـ 25 سنة او بر الـ UFC برأيك ايفولوف اسكار اسكاروف ارمن ساروكين ساروكين لا فوال 25 معقول بستغرب بشكله بيبي صعب هذا السؤال ما بعرف تحت الـ 25 او بر الـ UFC بر الـ UFC اي جي مكي بس مش تحت الـ 25 اي جي جريت يجيب اي جي مكي على الـ UFC يا زلمة لا هو حكي يا UFC تحت الـ 25 او اي حد بر الـ UFC بر الـ UFC اكثر اكثر لا هو حكي اكثر 25 او بر الـ UFC بر الـ UFC بر الـ UFC في كتار اي جي مكي جراح السلاوي جراح او 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 طيب خدك السؤال استنى شوي بدي افكر شوي انا او 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 خلصني حبيض انت لسه بفترهاش بيت سونجيا دونج سونجيا دونج سونجيا دونج تحت الـ 25 اه اظن لا هذا شوف ما بالله في هذا الإيرلندي شو اسمه اه الجديد هذا ايان ايان فضيع يا زلم رهيب يمكن تحت الـ 25 سونجيا دونج 24 سنة عمره وعنده 23 فايت يا زلمي طيب المهم يلا اسئل اكتر يلا يلا اه وين ستبدأ دونج لابد يوتيوب كورايت مما او كورايت جو روغان برافو وماذا انه ام تبدأ نعمل فايت كمبانيون ممكن لازم نعملها فكرة عملناها مرة هذه ما كانت لايف يوتيوب هذه كانت زوم صح نعملها لايف يوتيوب على 270 بس نوصل 3000 فوراور على اليوتيوب نعملها دون طيب فيه ازعاج حول حمزة وقيلبرت بيرنز ولكن فيه ازعاج من السبعين حول كلبي وحمزة وقبلها ازعاج قبل حول جيلبرت وحمزة اذا تم الاتفاق على جيلبرت وحمزة هل بعدها حقيقيا اثمان او كلبي علياه الدور لو تم إذا تم الاتفاق على جيلبرت وحمزة هل بعدها حيقابل أسمن أو كلبي عليه الدور آه إنه يعني لو فاز على جيلبرت أكيد بده كلبي بعدها لا بده أسمن بعدها دينا وايت حكاها لك ترى تنزلت بده شحرقه عم بقول لك بده يحيبها لو جد هيك بده دينا وايت ما بحطه هلأ مع جيلبرت بيرنز عصر واصل بالسؤال بالزبط بحطه معنين الماكدي بعدين بحطه مع بلال بعدين بحطه مع بعدين إذا فعلا حطه مع جيلبرت بيرنز ما نتوضيها بعدها ما باي the way موضوعه هو جيلبرت بيرنز ما توقع بالزبط يعني هذا كله حكي حالي السؤال آه بس السؤال سأل لو لعب مع جيلبرت بيرنز بعدين هكولبي بعدين هكولبي بعدين هكولبي هكولبي بعدين هكولبي مش إذا أوكي إذا 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 فاز جيجا حيقاب للبطل وإذا فاز كيتر هالحيقات للبطل لإني أظن إن إذا خسر كالبين إنه يلعب مع واحد زي دان هوكر هلأ إنت مضيعت آه لا دان هوكر جديد على على الفئة بعدين دان هوكر حلوة ميما يلعب مع دان هوكر رح تكون حلوة آآ إذا فاز جيجا آه البطل الفايت اللي بعديها لازم لازم على اللقب شو جيجا هلأ خمسة جيجا تمانية تمانية و كيتر خمسة خمسة يمكن كمان نزال يمكن كمان نزال بعدين على اللقب كمان نزال كمان نزال لو فاز رحلها مع ياير مع ياير رودريغز منظمة حبيب لها أبعاد أوسع من اليو افسي لحيا الظلمة هل حتضيف جيك بول أو بيلاتور هل ايش بشرفك يقرأ لي يا هذا من كين كورن خمسة افتح عندك وقرأ هل حنضيف جيك بول أو بيلاتور أو مين او بيلاتور هل حتضيف جيك بول أو بيلاتور مش فاهم اشي منظمة حبيب لها أبعاد أوسع من اليو افسي لا اكيد يعني ملهاش أبعاد بدي عشرين سنة فالشاء السؤال طب فايف لايت هيفي ويت ضد جونز اوبا تفضل طب يعني السؤال إنه مين ممكن يفوز على جونز هيك أتوقع المقصود ماجو بد انكرايف عفكرة ماجو بد انكرايف ممكن هو ياخدها كمان هاي السنة شو حكيت لك شو حكيت لك أنا تولت لي تشيرة قولت لك تشيرة بيفوز على على ييري وإذا وصل له انكلايف انكلايف بياخدها ما حكيت هيك انت جاد شو حكيت بس ما عشت ما تحكي عشت كوشي بطلع متنمك الخرائي طيب المهم مين ممكن يفوز على جون جونز برو هسكا ممكن يفوز على جون جونز انكرايف ممكن يفوز على جون جونز باللايت هيفيويت باللايت هيفيويت باللايت هيفيويت ما حد بيفوز على جون جونز ابدا ابدا كيف يعني تياقو سانتوس كان سبلت ديسيجن وثلاثة اربعة العالم قالوا لك انه تياقو سانتوس فاز باللايت هيفيويت باللايت هيفيويت باللايت هيفيويت يا زلمي انت عم تحكي على اعظم لايت هيفيويت في تاريخ المنظمة بس طلع اخر اربعة فايتات كلهم سبلتس دومينيك ريس كهو دومينيك يفاز عليه صح؟ تروح تطلع شو عملها في يوجي يري برو هسكا صحيح دومينيك ريس مش غلط يعم يمكن خلصت ايامه جون جونز في عندك وحوش هلا في عندك راكتش في عندك برو هسكا في عندك مين كمان انكلايف مان انكلايف لو حطت ايديه على جون جونز وفي عندك الويردوز هالدولة جوني ووكر وفيه مان فيه معك جمال هيل جمال هيل معا يا هلا مش هنشوفها لانه خلص طلع على هيفيويت فمش فارق اذا لعب جونز وايزي ما رح تقعد فوق الدقيقتين جونز راح يقضي عليه شو رأيك يا اثنان جون جونز بمزعو تمزع لا ايزي لا بس شو دايتين شو دايتين ما بس تغلب تروح دي السجن كمان لا يزال محك الله من اول شي ما عنده نوكو طاور جون جونز من البصارع جون جونز وين و ايزي وين انت شوفت يان بلوهوفيت شو عمل في ايزي اه بس يان برغل مان لو جونز صارع يان بلوهوفيت انا بقول لك جونز ببحد له بس مش بدايتين مان يمكن بده جولتين لا مان بتروح دي السجن رح تكون صعبة مش هتكون سهلة على جون جونز وين عايشين نحنا من الاتنين العرب اللي حكيت عنهم راح يدخلوا على البي اف الواحد فيهم جراح والتاني ما دخلش فمش هحكي الاسم ماتتوقع نعمل انتروي مع برونو مش لاش مش لانو برونو بس ليش برونو كيفيرا يعني لانو هون في الامارات اه بس عشان هيك حبابه إله جمهوره إله أهل وناس بس يعني برا الإمارات وبرى الناس ما توقع أنه مستمعين ومشاهدين بدهم يشوفوا مقابلة مع برونو كبيرا مع احترامي لبرونو أنا كثير بحبه أي مقاتل عنده أكبر فرصة أنه يكون تريبل شامب هذا سؤال جميل جدا هذا سؤال جميل جدا أنا جوابي جاهز تريبل شامب جوابي جاهز احتمالية أو قابلية مين أكثر واحد عنده فرصة أكثر واحد عنده فرصة ممكن أقول لك كمارو تريبل شامب لو حتى في رأسه عشانه ممكن ينزل لايت ويت وممكن يطلع هافي ويت ميدل ويت تريبل صعب يا صاحب أليكزاندر فوركنوفسكي تريبل برضو أصير عم بحكي عم بحكي على حجما آمن لو طلع ستوكي كمان جوبتك كلها غلط واحد ما في غيره واحد ما في غيره واحد ما في غيره حمزة تريبل سي تريبل سي فلاي ويت لا توصل لفيدر ويت يعني بدك تمر فلاي وفيدر وفيدر حمزة بيسويها حمزة مستحيل ننزل للمية خمسة وخمسة لا ليش مية خمسة وخمسة يطلع المتانو خمسة آه يا زرمش طوله أد ما يكون طوله بنفس الوقت بده يضطر يسيب واحد فيهم ما نو وي أعملها والتر ويت وميدل ويت خلال يومين والتر ويت وميدل ويت عملهم خلال أسبوع ما اختلفنا من مية من مية خمسة وسبعين لمية وخمسة فرق عشرة كيلو ويكون معاك التلاتة بنفس الوقت ما اتوقع في حياتنا حنشوفها ويمكن هي الفئة الوحيدة الفئات اللي حنشوفها فيها حتكون هي الفئات الخفيفة انه يكون بطل على فئتين بس تكون يعني مثلا آه زلمتك دانيل كورمي عملها على هيفي ويت والهيفي ويت حلو بس كتير صعب كتير مش شوي تنتين كتير صعب تلاتة مستهيل كتير صعب تشوف آآ فالنتينا حمزة يفوز على فالنتينا جاب الحمزة فالنتينا جاب الحمزة المهم مخفش السؤال طولنا فيه بس السؤال حلو بس اتوقع انه انه ترب انه تلات القاب بنفس الوقت مش هنشوفها يمكن لكمان خمس عشر سنين آآ مين برأيكم اعظم لاعب امامي بالتاريخ بخودك هالسؤال جاب بالتاريخ في تاريخ الامامي اعظم اندرسن سلفا انا الي جورج سينبير انا الي مكاتل طارق المفضل ومكاتل ايمن المفضل بدون حيادية مفضل يعني مقاتل مفضل طبع ايمن هو صعب نائي واحد كثير صعب نائي واحد نائيلك واحدة السريع يلا دانيلك كومي دي سي مم انترسن ماكس هولوي حلو ماكس ممكن يكون سكند الي ايو ماكس دي سي خلص بحبه دي سي اخي بحبه هادا سؤال غريب شوي هتغيروا اللوغو تبعكم ولا بدكم تخلوه زي ما هو انا حاب غيره انا حاب غيره بس ازيح وجهك واخلي وجهي خلصنا طب اسمع خلينا نشوف الفولوورز بعدين خلينا نعمل نشوف من المتابعين والمشاهدين ميم ممكن يعملنا ديزاين واذا طلع واحد عمله نعطيه مثلا جائزة ونتمنى اللوغو اللي هو عمل وشو رأيك ونجيب عشو كمان done خدك السؤال I believe that GSP is the most talented athlete ever what do you think not comparable to anyone هو كاتب athlete هترجم بالعربي الشاب كاتب انه انا برأيي جورسين بير احسن رياضي في التاريخ مش مقاتل رياضي شو رأيكم صحب يا اخي صحب تقارن المقاتل بالذات عن الرياضيين التانيين بالذات المقاتل صعب يعني من وسين بولت لكريستيان رونالدو لما فيك مستحيل كثير صعب كثير صعب مستحيل بس كفايتين فايتر athlete لا كمان منهم الا ما يكون يعني في في التوب ثري لما حتى هلأ هو عمره 41 سنة يشوف كيف شكله شو بيعمل كيف بتبرن ممكن طب ثري فور شور مية بالمية يعني يمين عندك هوة وحبيب و سيلفا بس athlete مش champ انا عمحكي ذا كمقاتل طيب مين بين الطب فايف بالوزن الخفيف اكتر واحد كونر عنده فرصة ينتصر عليه سؤال جميل جدا بس ممكن تستغرب من جوابي ما تقول أوليفيرا عشان ما أبزغ وجهك راح أقولك أوليفيرا أقولك ليش أقولك ليش مية الأربعة تضلوا أوكي جيتشي جيتشي عنده تشين مش هيقدر يخلص عليه كونر أوكي أوكي جودو ريفيرا تخلص وعندك داستن بوريه خلص عليه مرتين فيه الخوف هلأ وعندك بنيل داريوش وعندك اسلام مخشف فبقولك احتمالية من توب فايف هدول أنه تشين أوليفيرا يقدر علي أكتر واحد منهم إذا اضطريت أنك تنقي واحد فيهم أقول لا أنا بقول بنيل داريوش قبل أوليفيرا لا أنا بقول تبعي الجراح السلاوي شهر اتنين فلوريدا مايامي أخبار عن المقاتلين والأحداث القادمة هين عم نحكي ليش ما بتلعبوا في منظمات شكرا نلعب شو نلعب نلعب صلح نلعب نلعب عروس وعريس نلعب دكتور دكتور الممرضة أديني هاشم حيرجع يلعب أنا بتغلب أوقف عن كرسي اليوم هاشم مش عارف يا زلمة ما زمان عنه هاشم أنا صار لفترة مش حكي معه بس من آخر مرة حكيت معه قال لي أنه بده يرجع فهذا اللي بعض خاوة رح يرجع هاشم خاوة رح يرجع هاشم أخذك السؤال السلام عليكم بتوقع داستين ينافس إذا قرر يطلع على الميدلويت سؤال حلو على الميدلويت أو توقع عصد والترويت توقع الشاب خربط إذا داستين طلع على الولترويت بنافس عيد السؤال إذا داستين طلع على الولترويت بنافس طبعا طبعا بنافس بنافس بيب بياخد اللقب يعني ينافس مين يا زلمة لا طبعا بنافس ينافس مين من جيلبر بيرنز كان ينافس مين جيلبر بيرنز كان لايتويت وعمل أحسن بالولترويد. ينافس مين معنا ع حجمه؟ لا بينافس. يزل ما يزل ما بيطلع راس مع مين؟ مع مين؟ مع شفكات راح مانوب؟ ولا مع حمزة؟ ولا مع جيلبرت؟ ولا مع كولبي؟ ولا مع أسمن؟ مع مين؟ مع جيلبرت؟ بينافس مع جيلبرت؟ نصبع عن راسك كمان بينافس مع جيلبرت. خذك السؤال. هذا إحنا نسألناه أبل هيك أو إحنا طرحناه وجوابنا بعض أبل هيك. جونز خايف من إنقانه على متستفهم؟ جونز خايف؟ طبعا خايف إنقان. لا مش خايف من إنقانه. أوكي. آآ قان ولا جونز؟ هذا دليل على إنه اللي سأل هذا السؤال. هذا. غان ولا جونز؟ آآ والله غان ولا جونز صح. غان أنا معك في هاي مثلا لو غان لو كان انتصر على إن غانو شو رأيكم بشخصيته كبطل سوري مثلا لو كان انتصر على إن غانو شو رأيكم بشخصيته كبطل هادئ إنه هو كثير هادي لأ الله ممل ما بدنا بطل هادي شو بدنا فيه شخصية مملة جدا بأس اسمع محترم يعني هزا ما بدنا استفزازي هزا ما طوشي هاي شو بالآخر عم بدنا الناس عم بدخل وبأفص عم بهاش محترم والله محترم روح اشتغل محاسب يعني حابة توظف بالموارد البشرية اخرس ولا تجيش بالموارد البشرية ها المقاتل بيقدر يعيش على فلوس على فلوس القتالات لو لازم يكون في سايد بزنس مبين عراقي مية بالمية لازم يكون عنده دخل ثاني يا شغل ودخل ثالث عشان يغطي تكاليف الفايت كامب ويغطي تكاليف هلأ شوف عشان يكون شوي يعني احنا شو الكلمة هلأ شوف مات غير مرزمتين او تلاتة بالعالم كلها او اربعة ممكن تعيش عليهم صح باقي كلهم برفعوك لهنا فايوة ووريز الشغل المليح فيها فيك ترتفع على الفي منها فيك ترتفع على اكتر من منظمة مش بس الفي بالزبط اه من اكتر منظمة هاي هي اخوضك السؤال what's the most exciting division in the UFC in your opinion ايش اكتر فئة بال UFC حماسية افكرة كتير حكينا بهذا هاي الشغل ودعم featherweight 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 خلاص وافقني الرأي ويعرف انه انا صح حكينا فيها اخر مرة معنا اكتار كتار الوحوش اللي تحت اكتار بوافق بالرأي بس لو fast forward ستو الشغل راح تصير light heavyweight وتذكرني ممكن ممكن كمل كمل استنى heavyweight ممكن تصير exciting ممكن تصير exciting heavyweight انا بحب الheavyweight كل حدا بحب الheavyweight بس كفئة حضلها طول عمرها يعني تشبه بطلها بطيئة الحركة بس تم اسبنال لا الله متحمس عليه هادا الزرمي لا الله انشاء الله تم اسبنال تم اسبنال بيخدش مع انقانه غلوه 28 سنة عمره بيخدش مع انقانه غلوه المهم سؤال اللي بعد سؤال اللي بعد مسيبة كل حكي الفاضي بما معنى يعني كونر هلأ هو عبارة عن دعاية فقط لا غير وهل المفروض انه هو يكون عم بيعطي دروس انه كيف المقاتلين يسوقوا لحالهم ولا هل هو يعني مازال مقاتل فعلا مازال يعني صعب صعب تحكي دعاية مقاتل بس صعبا ما بتعرف ما بتعرف ما بتعرف كيف يكون شكل رجعته انا فعلا بدك الصلاحة الصلاحة انا متمنى انه يرجع بشراسه يعمل له ثلاثة اربعة كي اوز وربعض هيك وعارف يرجع يولعها اه بدنا سويد كونر يا اخي احبه او تكرهه بس وجوده احسن من بلا هذا سؤال غريب شوي انه ليش الناس مش عم تحكي عن جريغور جليسبي في الوزن الخفيف جريغور اتوقع الناس حاليا مش عم بيحكوا عنه كثير لانه بدل 2021 ما لعبش ولا مرة واخر 2019 كانت اتوقع اول خسارة له سجل له يمكن 14 واحد او 15 اثنين اللي هو مان مقاتل ممتاز كي اوز وسبميشنز عنده كثير بس اتوقع الناس مش عم بيحكوا عن جريغور جريسبي هلا لانه غيب تطولت شوي مش اكثر صح شو حيختلف 14 واحد بعدين 14 واحد ما جليسبي كثير كثير حلو بس امتى اخر مرة لعب 2019 كثير حلو ربيته لعبه حلو وهاي شغلة ثانية صح اذا بتيجي بتراجع مع مين لعب جليسبي ما عنده هالأسامي اخر نزال له كان دياغو بيهيرا يمكن هذا اكبر اسم لعب ضده بس غير هيك ما عندوش والله هالسجل الاسامي الرهيب اللي هو لعب ضدها يعني شو حيكون الفرق لما يلعب هاي المرة ازي ضد ويتكر فضل اول مرة اظن ويتكر كان شوي واثق من حال زيادة عن لزوم انه 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 كان عنده عقلية انت جاي على بيتي حبيبي تعال بابا ربيك كتير كتير استعجل كتير اه تهور خلص تهور تهور هاي هي تهور فاظن اتعلم واخد زي ما قلنا مليون مرة الطريق الصح رجع شوي شوي لعب كذا فايت رجع بنا ثقته بنفسه وعنده عقلية بطل فاظن حل اللغز تبع اه وتقبل الخسارة فاهم مني يعني واضح انه تعلم منها فامان انا بقولك انا بقولك انا توقعاتي انه حتشوف مصارع على يوم المصارع حتشوف ازي عظاهره زي ما صار معيان اه شو توقعاتي يعني السؤال انه سوري هذا المفروض الجمين سترلين يروح على منظمة ثانية انا بقولك المفروض الجمين سترلين يروح على المزبلة او على المقبرة او عجهنم نقيلك واحدة فيه او على السرك او على السرك هاي عوان واكره شو توقعاتكم لمباراة ازمات مرزا كانوف القادمة او رح يفوز ازمع بدي ارجع اعمل زي ما عملت اخر مرة اني اكتب شو الحديث كان بينه هو ومديره بعد الهدو من ازمات مرزا كانوف راح يكون بطل في بإذن الله بالتلاتة وعشرين اذا مش قبل لو زبيت لازالي نافس هل ممكن يكون البطل وهل ممكن يرجعي نافس مية بالمية مية بالمية انا مستغرب انه هذا رأيك زبيت شو بتخبس يا زلمي استغرب اكتر واحد كنت اتحمس له من مستحيل ما تتحمس له بدك تكون واحد سكران وهاد يا زلمي من بجنن بعدين شخصية رائعة هذا هو ياريت ياريت اه انا برأيي لو رجع بعده صغير بعده صغير مش عارفين كيف صار شكله ايمانوف بعد بعد المرضى بس كتير ما تحمس اشوف رجعته فاز على كيتر ستيفنس بوشنياك من يا الله شو كنت احبه ان شاء الله يرجع قريبا كمان سؤال على ازمة مرزاقانوف شو رأيكم يعمل ازمة مرزاقانوف من نزالة هجاي مع انه ضد واحد قوي كتير اه ما فيش قوي غير الله رح يأكلوا رح يطبعوا ضبع اه نفس السؤال تبع جراح امتى حلع في البي افل حكينا شو رأيكم حيكون يعني شو هيجي بعد نزال كوفينغتن وماس فيدال المنتصر يعني وين حيروح المنتصر ما بين كوفينغتن وماس فيدال تفضل انت بين كوفينغتن وماس فيدال انه المنتصر شو هيعمل بعدها وين حيروح بعدها حصا من المنتصر ما بشوف انه يحطوا ماس فيدال مع كامارو كمان مرة يعني بشوفها ممكن يرجع عدوها مع كلبي بشوفها عشان كانوا قراب شوية بعض بس ماس فيدال ما بشوفها التالت مرة بعد النقعة تلاكلوا بشوف اتنين اخر نزالاتهم اتنين كانوا معك مع كامارو صح؟ يعني اخر نزالين لكوفينغتن كانوا مع كامارو واخر نزالين لماس فيدال كانوا مع كامارو يعني مجبوحهم التنين مع بعض ضد كامارو اربعة صفر على اخر اربعة نزالات فكثير صعب اشوف يا هذا هذا او هذا انهم يرجعوا يلعبوا على اللقب بس لا كلبي ممكن بس مش هلأ لو فاز لو فاز بستنى شوي مشوش بده يصير مثلا لو فاز حمزة على كامارو بنزل كلبي على الخط لا لا انا شوف كلبي حتى حتى لو هشوف كلبي حتى لو انتصر على ماس فيدال مش رح يكون نزاله الجاي على اللقب هاي انساهل كولبي بده يلعب له ثلاث نزالات اقل واجب قبل ما حتى يفكروا لا 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 يرجعي لعباه مش عطول لا بعدين انت كيف بتقول كانوا قراب ع بعض كيف كانوا قراب ع بعض اي نزال فيهم اللي كانوا قراب ع بعض كامارو وكوبي قصر لو وجهه شو بتحكي تقراب ع بعض روحتنا اه اه ليش كل واحد عربي بيخسر بيطلعوله مليون حجة ليش ما بتحكوا ان المقاتل الثاني كان احسن لانه احنا منحب العرب اكثر ما منحب المقاتلين التانيين كل بساطة شو عرف شو مفكرين المحللين نحنا نشتغل مع منظمة شو عارب انا لو عم بيأكل كتلة راح على اطريها طلعوا بطل خلاص يا اخي شو صاربنا اصدقائنا عرب خلاص شو قصتك يعني مش اللهم اجيبك يا طولة الروح كمان سؤال على هاشم يا اخي البناء ادم هذا الو شعبية مش طبيعية اكيد ليش من رحنا هيك رجعنا بالاسئلة ديها شوي هو انت والتكتولوديا تكتولوديا لا بتعرف انه انعادت الاسئلة في نفس السؤال بس هو فعلا يعني مش انه اعادة بس نفس السؤال انعادت خلصني can you both make a bold prediction for the UFC in 2022 اعطينا تنبؤ كبير عن ال UFC بالـ 2028 تنبؤ بشكل عام بشكل عام بشكل عام رح يخسروا كتير لعيبة بالـ 2022 وليش يعني ازا ما عمل شي هلأ دينا وايت موضوع رح يخسروا كتير للـ رح يخسروا كتير لعيبة خصوص اللعيبة اللي عادين بالنص مش اللي واو اللي بتدفع لهم كتير واللي تحت عام بابنوا حالهم اللي عادين بالنص هدول اللي معظمهم هن الـ UFC رح يخسروا كتير منهم أنا اللي عم بيعملوا 20 ألف 30 ألف دولار بالـ بالفايت هدولة رح يطلع من الـ UFC أنا عندي احساس انك حتشوف دمج لأكتر من منظمة ثانية عشان ينفسه ضد الـ UFC طب الروح زي ما عملت الـ UFC وبرائد دمج أو شرق يعني ممكن عشوف بيلاتور تشتري منظمة ثانية بيلاتور تشتري بي أفل بي أفل تشتري بيلاتور بي أفل تشتري بيلاتور فكر فيها طيب وان شامبينشيب مع بي أفل مع بيلاتور ممكن ها هاي مستحيلة تسير بي أفل بيلاتور مع بعضها صعبة هاي لا حتى بي أفل بيلاتور مع بعض ما عندهم الـ International Reach متى هتبلش إكزانترا والسعودي و KHK Super Cup KHK Super Cup ما بعرف إكزانترا أتوقع آخر شهرتين أوه خدك السؤال هذا من رامو رامو أخ صاحبنا Will Polo Costa ever come back or is it all downhill from here Polo Costa هل ممكن يستعيد مجده أو خلص من هون الدهور Polo Costa لازم يحسير موثل لحيا زلمة من إيش دو يرجع لحيا زلمة من آخر نزال إلو آخر نزال إلو مع مع Marvin Vittori سؤال آخر نزال إلو مع Marvin Vittori شو رأيك فهن نزال مارفن فاز عليه ما اختلفنا مارفن فاز عليه مان بس Polo Costa بدوش يعني أنا على نظرتي لPolo Costa ما بدوش كثير لا ليقطع أو يغير ما صار حياته بدو كم شغلة بس آه ما بشوفه برجع ما بشوفه برجع أنا أنا اسأل لي دارنتل برجع بقولك آه قبل ما أقولك آه لا هي الزلمة دارنتل وفوق كوكوستا آه آه مية بالمية مية بالمية مان أوه مية بالمية اسمع عندك سؤال كثير صعب أنا مش حعرف أجاوب عليه تقدر أفضل لاعبي الأردن من وزن 57 لحد وزن تقليل صعب أجاوب على هالسؤال شو شو بقى رفنية زرامي صعب لأنه لا لأنه في ملظمات مفرقة يعني مش كلهم في نفس الملظمة فريح راحش نارت أبيدا عندك هلأ لسه ما صارش برو بس قريبا حازم كيالي جراح السلاوي مية بالمية رقم واحد بس كل واحد فيهم بمنظمة جراح نارت أبيدا سوري نارت فريح نارت أبيدا فريح راحش جراح سلاوي حازم كيالي علي القيسي طبعا مين كمان عنا يا كتار والله كتار اسمع فيه عن جد فيه بعتذر منكم شباب إذا نسيت اسم حدا بس عن جد كتار علي القيسي جراح حكينا هاشم حكينا نحكي على البروز أبن كومين عم بقولك نارت أنا متحمس له كتير بقى الله متحمس لنا حازم حازم ونارت حازم ونارت وفريح هدول التلاتة فريح فريح غول يا زلم وحش طيب السؤال اللي بعده مين بقدر ينتصر على حمزة بقدر مم كمارو ايك رأيك بيك دار بقى انه في فرصة انا رأيي اذا المتنا هذا الكازاخستاني اه شو اسمه اه شو اسمه شاميل لا اذا لما هلأ بلشوية حكيت اسمه انا ايش في غزاخستاني اه طويل انت معروبيز ايش فيه اسم الكازاخستاني ابو اللي بلبس هاي بلبس شو اسمه اسد على راسه هلأ لسه حكيت اسمه شاميل لا يا زلمة شو دخل شاميل هلأ قبل شوية انا حكيت اسمه خلص تناحت انت مش عارف كيف نسيت لما قلتلك عمين بده ينتصر بوريا اول اسم حكيت لك ايا ما بتذكر من الكازاخستاني اللي بلبس هاي ع راسه ايش فيه جديد عاليو افسي هلأ بدي اطلع مش عارف كيف نسيت اسمه صلي 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 سنة عم بحكي عنه اهلان نسيت اسمه اه 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 سيت اه شفكة رحمانوف شفكة شميل معلق شميل فراسي شفكة شفكة رحمانوف شفكة رحمانوف ممكن ينتصر على حمزة واتوقع انه لو شفكة رحمانوف لعب مع حمزة ينتصر على حمزة شو شو قاعد بصير مع عبد الكريم السلوادي بفضل شو بعرفني اليوم اليوم طلع تصريح اليوم طلع تصريح عبد الكريم السلوادي قالهم انا بفيغاس عندكم كتير نزالات عم تتكنسل لسبب او او لاخر انا بدي نزال واحد اعطوني بس هذا اللي عام بصير مع عبد الكريم السلوادي مستني دوره والغريب في الموضوع اللي انا بشوفه انه سيف سعود مدربه ومديره بنفس الوقت عنده في اليو اف سي ما لا يقل عن عشر مقاتلين اذا مش اكثر كل ما يكون فيه نزال كل ما يكون فيه افنت بتلاقي سيف سعود واقف مع واقف على الكورنر مع نزال او نزالين فعنده الولاد مش عارف شو عم بيصير مش عارف شو احكي لكم كل واحد يحكي عن مسيرة الرياضية تفضل استاذ ايمان احكي عن مسيرتك الرياضية يا ابو مسيرة هذا اخر سؤال مسيرتك الرياضية اه والله كنت ألعب تابل تنس من عمري لا نحكي بالفنون الختالية عملت حكيت الموضوع هذا عملت كاراتي وصلت اسود عملت شوية جوجتسو عملت كيك بوكسينج عملت بوكسينج واخدت سنتين ام ام اي كسبورت هاي هي بس معظم مارشل ارتس تبعي كاراتي شو تكان انا نفس الشي بلشت كاراتي كيوكوشين بعدين دخلت كيك بوكسينج اخدت كزا بطولة باستراليا بعدين بلشت ألعب رقبي احترفت عشر سنين بعدين هلأ مش هلأ يعني صل لي اخر 3-4 سنين بلعب جوجتسو وبلعب بلياردو انا صحيح نجد انت لعيب بلياردو مخيف وعامل حالك مش عارف مدكن طلعت حكيتهم قصة يا جماعة طلعنا انا والاخ وكمان واحد صاحبنا فهذا صاحبنا انا بعرفش انه ايمن لعيب بلياردو انا عادي يعني فهذا صاحبنا بعرف ايمن يمكن اطول ما انا بعرفه بقول له اسمع يلا في طاولة تقوم نلعب خليني ابا اهدي لك حسيته الشاب هيك واثق من نفسه فانا قلت اكيد ايمن مصخرة انه يعني مدام الشاب هيك مستهزئ بايمن معانته ايمن اكيد فاشل فيلا عالطاولة رحنا عالطاولة حطين الطابات مش عارف انهم كم طابة اصلا ضربت اول ضربة تفرقوا هيك الطابات قلت يلا هلأ بسلمها لأيمن بعدين برجع بلعب ولا شفت الاستيكة اصلا شطبهم كلهم قاعد يضحك علي بعدين ايجي هذا الشاب صاحبنا اللي انا كنت مساند حالي فيه انه يعني هذا هو الوحش اللي كان عم بيحكي مع ايمن كأنه ولا اشي تبهدل شلحوا البنطلون طلعت انت صاقة مدرسة من تحت راس البلياردو طلعت انت عن جد واحد ابن شوارع والله لا سلموا اياها لا سلموا اياها هاي هاي صلاحة شرشح الولد اكيد شرشح مسحة بقرانتو وبقرانتو الارض يا جماعة لو شفتوا ايمن في محل بلياردو تعالوا نلعب بالذات على مصاري يبدو عن الشر وغللو اه اه اسمع فيه جانا كمان سؤال على البيج نفسها what are the best cross promotion fights for the main weight classes not that you guys not that you guys think would be insane I know I have my picks او شو اقوى نزالات cross promotion يعني شو اقوى نزالات من منظمة لمنظمة صعب كتير السؤال اي جي ميكي اي جي ميكي يا زرمي لازم تحكي انت هلا لازم هاي هاي لازم واتوقع اي جي ميكي كمان على فئتين على فئتين يعني اي جي ميكي ضد فولكنوفسكي او اي جي ميكي مع اوليفيرا عدتين ماشي حالها شو كمان عندك عندك كريس سايبورك ضد ضد شفشنكو او ضد نونز انيا عندك قلنا اي جي ميكي عندك كيلا هاريسون باتريك بيتبول لا باتريسيو خلص انسا بيتبول انسا بعد اللي عمل في اي جي ميكي خلص شارشح بس كيلا هاريسون مش باتريسيو بيتبول باتريكو اخو بيتبول باتريكي لا بس لازم اخو اقوى منه لسه و اي جي ميكي شارشح لا امان هو شو عم تحكي انت وجهك جيرارد موساسي او تعرف كم فايت صار عنده خمس وخمسين فايت ادي صار حمره هلأ موساسي اربعة وثلاثين معقول امان جيرارد موساسي يا ولدي ضد مين مدل ويت شو اسمه حلوة ويتكر اوه مان هاي جيرارد موساسي جيرارد موساسي وديم نمكوف وديم نمكوف هو ده وديم نمكوف ضد يري بروهاسكا هاي بتكون نار هاي بتكون نار هفيويت ما في حدا بطل راين بيدر لا لا في هفيويت انساهم بالعطور كيلا هارسون ونونز كيلا هارسون ونونز هدول همه كيلا هارسون ونونز نمكوف وييري او نمكوف واي حدا موساسي واي حدا اي جي مكي واي حدا هدول هم اي جي مكي واي حدا اي حدا اي حدا بس حطوا اي جي مكي واعدوا وحضروا اه وزا تزئيت يا صاحبي بس هيك بس هيك بس هيك جوابنا على شي 52 سؤال فيه كمان تفزل بس بتحجش تفكر كثير انت لما تفكر وجهك كله بتغير هيك وبتحمره وبطعلك عرق هون وفيه اوكي خلاص بتحجش يعني كأنك عم تعمل على حالك حاول انك ما تفكرش خليك زي هظل لي حمارة ها خلاص ولا اهمة يس طيب يا اصدقائي اعزائي المشاهدين والمستمعين مشان الله اعملوا على اليوتيوب مشان الله اعملوا على الانستغرام وبتلقونا على جميع منصات البودكاست انكلودين ابل اي تونز انغامي سبوتفاي وفي جميع منصات البودكاست عنا احنا اخبار كهوش ام 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 ا اي اشي حاب تحكي فيه خارج عن نطاق القتال بدي اسألك سؤال اعم بدي اسألك انت سؤال ودعت يا زامج عبدي اسألك سؤال ايش تذكرت ليش لما احنا بنعمل هاي الحلقات اسألة من الجمهور كل الاسألة بتيجي عن الام ام ا عشان بودكاست ام ام ا بس يعني ليش الناس ما في تفكير مثلا يعني وتطلع لنا بسؤال هيك يعني انه ايش ما سألون ليش 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 ببحدة لك اه شو مسيرتنا الرياضية مثلا لا 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 بدي واحد يجي مثلا يسألك عن عن رأيك في في التعليم في علم المبارف ايش هيك يجي واحد يستفزك بسؤال معرفينك حمار ليش يسألوا ليك اسألة انا مش حرود عليك حاسك اليوم مضغوط وشكلك ماكل صارمة على الصبح فمش حرود عليك صارمة صارمة اي المعروف بها الزنوبة على نص صباحك كيف كيف كمان مرة والله يلا يلا سلاز حلقة نجاة يوم تتنين بيس باي